من شأن الملك أو القائد أن يكون حازما يتفقد رعيته ويحافظ عليهم وها هو ذا سليمان عليه السلام كما قص علينا القرآن يتفقد الطير فيفتقد الهدهد قال ابن عباس وغيره كان الهدهد مهندسه يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلا تنطلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أي أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر ولما تأكد غياب الهدهد توعده سليمان عليه السلام على غيابه بالعقاب إن هو لم يأت بعذر بين لغيابه فما هو إلا أن عاد الهدهد بعد زمن يسير من بلاد اليمن بأمر لم يكن لسليمان عليه السلام ولا جنوده به دراية ولا خبر وقدم بيانا مفصلا عرض فيه خلاصة الواقع الذي عينه فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ولم يكتفي الهدهد بجمع المعلومات الدقيقة بل كان صاحب موقف ودعوة وقضية فعقب على ما قدم به من أخبار تعقيبا بيّن فيه رفضه لهذا الضلال فقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم لقد أغضب الهدهد أمر هؤلاء القوم فراح ينكر عليهم ما اقترفوه من جرم عظيم بسجودهم لغير الله تعالى الذي خلقهم ورزقهم ويعلم سرهم وعلانيتهم وهنا جاء التكليف من سليمان عليه السلام للهدهد بأن يحمل منه إلى هؤلاء القوم رسالة يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام مدعنين مستسلمين ولما ألقى الهدهد برسالة سليمان عليه السلام إلى الملكة وطالعت ما فيها استشارت وزراءها وكبراء دولتها وقررت أن تخضع لأمر سليمان وأن تعلن إسلامها ومن معها بعد أن علمت أنه لا طاقة لها بسليمان عليه السلام وجنوده وهكذا كان الهدهد مع ضعفه سببا من أسباب هداية ملكة سبأ وقومها إلى الإسلام قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر